ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله جاءت واحد سيدة واحد شابة هزت تليفون دياله وبدأت كتصور وهذا رفع الخطير جدا را ممنوع ممنوع بزام الناس اللي كيقول لك لا را هذي حقق قديط را يعامخس ايش انا ما قديط را ايش اتخربك ايش اتخربك ايش ما عارفين القانون ولمع وصل جلسة را ممنوع الا الا لكانت جلسة مهمة جدا ولا شي حاجة جلسة كتجي كاميرات ديال الاداعة وثانيا كانوا كاميرات في وصل المحكامة هذي اول حاجة اللي الناس اللي معمروا ما حضروا الجلسات وليش حاجة كنعقدرهم ما فاهمي انت شي حاجة فاتش ولك القانون واضح را اكد بعض المرات كونه اقدر ادوي دوي وسط اي جلسة اي بلاسة يقدر يدور فيك القاضي تزيد دير شي حاجة صيفتك ثمانية وربعين ساعة صيفتك السيلون عند الوكيل العام يدوزك عند الوكيل العام لانا وتانيا كانت تهم اا كانت فصل من فصل القانون الجنائي ان لا تعتار تي ولا بدي تكتف على الهيئة القاضاء ولا شي حاجة را اقدر كتب شفاء عامين حبس اذا باش الانسان يفهم الكونتكس او يفهم السياق ديال الجلسة الجلسة عند احد الوقار ديالا عندك الجي اي بغيت تحضر برك وتفرج مع راستك ولكن تلتزم تلتزم الصمت تلتزم الصمت تلتزم البورتابلات وممنوع الازعاج من اللي تكون الجلسة هاد شي قوانين وشي حويجات ولا شي اشياء اللي بديهية لا الانسان يبقى نقشه ما هدي لا للنقاش لا اللي فيها والقانون على التاني را واضح فاد المسألة ممنوع وكاينين اي قاعة ديال المحاكمة كينين وحد لفيتات ورقية ملسقه في الحيوطة ديال الجلسة كي تقولك انه ممنوع التليفون كتبيلك اشارة ديال التليفون انه ممنوع هذا الشي ربا ديهي الامر اشنو دارت هاد سيدة شابة صغيرة شدات التليفون وبداتك تسجلوا هذا الشي خاطر زعموهما القصد ديالهم الفكرة الجهنمية بكل صراحة وخصمي بينه ان الدنيا باطمة ولا المتهمين في قفص الاتهام هدا هو الفكرة الجهنمية او الفكرة الموارئة زعموهما لادلال هدا زيادة في الادلال هادي الفكرة الماكيافيلية او الفكرة الموارئة هاد القادية ومحنا معلنا شي اللي مجرم شي حاجة اللي جاريمة شي حاجة اللي جنحة ولكن ما مهم ممنوعه شي حاجة مخالفة للقانون دارت غير فاش دارت شكونا ولي استفد منا ووحد اليوتيوبر ووحد اليوتيوبر اللي كيدداعي كيدعي بنفسه انه صحافي انه صحافي وكيبان بعقلوه دير موستاج او محنا ما كان ندوش على الشكل دياله ولا شعج بشو ما نكونوش كانت نمرو ما انسان بعقلوه دكش توا داخل هاد شي ديال او حمزة موبيبي باش كتعالنا كان نعرف الناس اللي ناس ركينين بزاف القضايا اللي وطنية وقضايا بزاف الانسان اللي قدارت ناوله ولكن كينين بشي وحدين اللي مستغلين بحل كي يستغلوا حد القضية واحدة ايا قاديت حمزة موبيبي باش يدخلوا منا المشاهدات ودخلوا منا المال دكشي شغولهم كل واحد دبرا سنيات يعلموا الا الله ولكن دكشي بين ما اللي كتدير حلقات في نفس كتدير الحلقات غير في واحد الموضوع واحد ما كتطرق تشي حاجة اخرى رصا فرا كتبان ان الاشنا وحنا اليوتيوبر را كنعرفوا بعضياتنا خصا اليوتيوبر هاد وراجة ويالله هاجة وما كانوش قبل من اليوتيوب اللي بدهوا قبل العبدو لله ربنينف الفين وخمسطاش فالما جاء را كنعرفوا بعضياتنا مزيان مزيان وكان هاد ورأي الله جاءوا حد هادي ما كتتقريبا نعام وشنا واللي بينهم بينهم وقد يتحمزوا موبيبي لان كين بزاف الناس كين وحد زخم كين ناس كيبغوا يتفرجوا في هاد شي من حقهم اي وحد كين حرية يتفرجوا في اي فاش مبغى غير الاخوان بان هاد الفعل اللي دارو هو دوز هادك المكالمة ولا هادك اللايف من وسط الجلسة وهاد شي خطير بزاف دوزو على اساس ان هو يدير وحد صبق صحفه دا ما كين الماشي صبق صحفه دا خرق للقانون واضح وكي بحلا دير شي واحد هدي داليل ضده بحلا كدير شي جاري ما ومصور راسك هياد شي القضية اللي دارات سياد دا بحاليا هو براسه را غادي يتمو متابعته قضائيا لانا اولا كين وحد الاخلال بالمحاكمة العادلة كين اخلال بالجلسة الجلسة عدا وحد الواقع عنده وحد عنده وحد القدسية اللي كتدوز خسدوز محاكمة العادلة ان اي طرف خسدو يتحاكم محاكمة عادلة وتالى ان الموالي الحقي ياخدو حقهم في محاكمة عادلة وكل واحد اللي عنده شي حقي ياخدو واللي تبتت في حقه اي شي جريمة ارى ان العقاب ديالو ادي مسألة مفرغ منها ولكن باش تولي هاد تنطع هاد نوع من التنطع هذا بحلا احنا واعرين احنا هاد كتبين بحلا كتبين انه نوع من التعيصابيت هاد هو النوع التفكير ديال العصابات والتفكير ديال الميكيافليين انا نوريكم وصل الجلسة اشكرو كيوقع حشوما هاتي حشوما كين جوج غلطات اللي اللي وقعوا في هاد المجال وقع الغلطة اللي هو فاش وحديا من اليوتوب خرجوا الاحكام قبل من سيمانة ولا قبل من يوميو لثلث يام هدي كان خطيرة جدا وكان شي حاج اللي اشياء اللي كتتضرب العادلة كتضرب كل شي كتضربه في زيرو وكين هاد القادية اللي اللي وقعت اليوم في المحاكمة انه وحدين كي يصوروا من داخل ديال المحكمة وحد تحدي يسافر للقوانين وتحدي المحاكمة العادلة وبالتحدي الهيئة القضاء وكيتحدي وكل شي والوقار ديال ذيك المحكمة ومؤسسة يخصر معارفوا بان القضاء ارى سلطة 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 مستقلة بذاتية ارى سلطة مستقلة اش كي يخرب قورة كين السلطة القضائية وسلطة تنفيذية ممتلة في الحكومة وجميع الهيئة التنفيذية وكين الهيئة التشريعية والبرلمان وبقبتيها البرلمان وغرفة المؤسسة هادو كاملين والسلطة الرابعة السلطة الرابعية هي الصحافة ولكن مكتعنيش ان القوانين انك نختار قوى بحالك بوحد السداجة ارى نهار غدي خرج الحكم راي خرج بالتعليل دياله وذيك الساعة قرأه وقرأ التعليل مع راستك وقول لي بغيته وناقش وناقش من الاحكام وناقش الفوصول من حقك ولكن باش تجيل دير التنطع بكل وقاحة بكل وقاحة لان هذي وصلت لنيفو وصل الوقاحة انك توصل وصل محكامة وندير وحدثة وهادت داب المشكلة تصببتهم تصببت لهم في الاعتقال والنت غادي تدور في يدوز في واثور عليك في معارس انماية منطقة وفي نفس الوقت تصببت الناس لكن لماذا على قبل ديال طبق الشحافة؟ فالاخوان هادو المواطني اللي عادي متوقع شو تقييدوا من اصعاب اليوتيوب خاصة اللي خارجين براه راكي يقييدوا فيه количество وكالي عارف رسم عمر معا يدخل للبلاد كان عارف رسول معمر ما يدخل البلاد راكي يدير اللي بغا شامتي حرية تعبير حرية تعبير دوع للمشاكل اللي يكتبارك في فرنسا ولبارك في الآلمان شاكون دوع للمشاكل ديال الآلمان ودوع بالفرنسا يدير دوع لهاد كل مشاكل بغيت تخلط كل شي وبغيت دير راسك في الصحافي ما هاد شي ما ما صاحفي موالو هاد شي الخدمة اللي درسي خدمة سادجة وخدمة ستوبيد خدمة وقيحة فيها الوقاحة وفيها شوية الكلاخ سمحوا لي على ديالكلام ولكن خصيد قال تبشي تصور اشنا يتبشي تصور تصور وصل المحكامة ودووزة في اليوتيوب هاش غادي يطرق هاوذ فلان زايد ولا عمر هاوذ دخل في قفص سهام ولا جاف جاف القفص ديال ديال متهمين ولا خرج منه ولا تقراب العبرة في الحكم عبرة ما سيقرره القاضي العبرة ما شيفه اشنو كي اشنو كت تقول انتا ولا كي يقول العبرة في القانون في اللخر فاشنو هاي خرج وشي خرج براءة ولا هي سيتمو ايدانته هادك ولي تقدر تناقشو اما تناقشو اما تناقش واحد جاي بتصبيح ولا الجلسة لابس لابس الغوز ولا لابس الغري هادك لا يهم لا يهم ماذاك شا غير ضيطي طاي اللي ديال الناس اللي مع الدم يدار باغين يشربوا بقاتاي باغين يبركو في قهوة يبقوا ويتعاودوا عليها وديروا الناميمة ها ديال خدمة دياله باد قولي ما التفاصيل لي مع داتا شي معنا اما الصلب الموضوع هو اوش هتكون ايدانة مع تكونش ايدانة اه الدفاع اشنو كيقدم اشنو هم الادلة اللي عد المطالبين بالحق المدني اشنو هم الادلة اللي يلقاوهم الفرقة الوطنية او النيابة العامة هادك شا او لا قاضي التحقيق اشنو هم القرائن والحجاج اه ديالي تقدر هاد شلي شوية للعامر هدا والعامر اما تقدوي على السبق الصحفي اش من السبق الصحفي هدا لا علاقة بالسبق الصحفي بحل تدخل نعطى واحد المثال صغير بحل تدخل وسط الفرقة الوطنية وتبدأ تصور في البوليس وتصور في وش هادشي ارى اذاك شا عنده الوقار ديالو كيني شي هيئات انا مخصكش تباع احد عليهم مخصكش تصور فيهم الا لك انت عندك اوتوريزاسيون تكون عندك وحد تصريح تصريح واغالبيت الحال مكنش تصريح وسط المحكامة على ما اظن الا لكان صحافة وخصتكم معترف بها الى اخري ومن صحفيين اللي كانوا يحضروا الجلسات فمعدمش الحق يصوروا معده مش الحق يصوروا معدتشي واحد الحق يصور الا حالات استثنائية حالات استثنائية لا بغوا يبينوا القاعة ولا بغات دوزام ولا شي 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 وسيلة اللي معروفة ولا شي حاجة اما واحد يوتيوبر ينود ويدير شمال صحوفي بالعكس تقدر تخرج على تزيد تغرق هاداك الناس اللي وبالفعل ارى هاداك السيدرة مشات رات شدات وكي بقات هاداك السيدرة دار فعل جرمية يتوفش يدخل المغرب رخصو يتشد لان الوقت شي واضح واتش ما مؤسف طريقة ان ابنادم ولا بقوت بغي هاداك المشاهدات وبغي الدولار وبغيه وخك يبرر وخك يبرر وخك يبرر هذا هو الكاذب لانك كونك تبغي القضايا مع الدوع للقضايا كاملين دين المغرب ما غديش الدوع لقضية فقط واحدة هاداك قضية القضية اللي واحدة هي كتعني انك فقط تريد المال وكتجني المال وتريد جني المتابعين وجني المشاهدات وهذا كتبين ان هذا النوع دير النظام هذا نظام انتهازية هذا النوع من انتهازية فاش الانسان كينتهز وحد القضية اللي علياه وحد الإطارة وعلياه هذا كيتم انتهازي إنسان انتهازي ما كتعني انه ما فالحش في حياته ولا فشي حاجة كيستعمل غير هادا القضية باش يدير ليفاقونس مع راسته وابدا مشيد ووزل في ليفاقونس ومخلي الناس صيف طوام للحبس علاش باش يديرو حات الصفق الصحوفي اللي كيستعمل زيرو مكيستعمل كوناشي حاجة عامرا دار لنا شي 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 تحقيق يقام ويقعد له ولجابش دلائل بنيت في هاد الملف يجيبش دلائل اللي خارقة واللي كتبيل اللي كتقلب الطاولة ولكن كنشوفوا انهم كينا الهاضرة ما كنتاشي دليل فهدش علاش اللي لالانسان ماقدرش يتبع بحال هذه الملفات لاننا فيهم وقيل وقال اكتر ماهو قانوني مو هو دلائل لم يكن تشيد دلائل ماشي ناتاشي عاجة ماش ناتش عاجة علاش خسنت انه القضاء مدى هو ولا يقول كلمته واحترام كامل للقضاء فخصان فاضل القادية خصان فاضلقادية احترام كامل للقضاء لانه دير خدمته على أكمل واجه وغسان فاضلقادية لا يوجد شيء يمكن أن يقوله على القضاء ولا يمكن أن يكون طعن في محكمة مراكوش خاصة في هذه القضية أنه ستشد الطريق كما يجب أي شخص يأخذه كان يحجر الإنسان يستأنف كان يحجر محكمة النقد ومساطر العادية للقضاء ولكن لا يوجد شخص متنطع فهذا الشيء يحز في القلب يسمى الخفة لا يوجد شخص متنطع لأنه لا يوجد شخص متنطع وشكرا لكم هذه كانت غير نقطة التي لم أعجبتني كثيرا لأنه ستشد الطريق لأنه ستشد الطريق لأنه ستشد الطريق كان شيء أديلا مرحبا بها كان شيء تشد الطريق لأنه ستشد الطريق لأنه ستشد الطريق فهذا الشيء يبقى لأحد الفئة التي أعزز على المعاطية أعزز على هذا الشيء فهذا الشيء يعملهم ولكن ليس الإنسان يكون بعقله وعنده ولداته وكي يوصلوا لهذا الشيء فوصلنا للحديد قصنا للحديد وشكرا لكم أخوان والأخوات شكرا لكم